حققت الجزائر أشواط كبيرة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي خلال سنوات الأخيرة كرقمنة سجل الحالة المدنية، إصدار بطاقات التعريف الوطنية البيومترية وكذا اعتماد التصديق الإلكتروني لكنها تبقى الحاضر الغائب ما دامت الطريقة التقليدية في التعاملات لا تزال متداولة مراكز البيانات هي من البنية التحتية باش نقدروا نبنيوا حكومة رقمية ومجتمع رقمي لأن مراكز البيانات لح تستقبل جميع بيانات المواطنين والمؤسسات الجزائرية وما نقدرش اليوم نحطوا مراكز البيانات هذه في مراكز بيانات في الخارج هذا تكلمناه لعدة مرات لأنه اليوم المعلومة راه استراتيجية ما نقدرش نسمح لأي واحد يستغلها إذن لازمنا نبنيوا مراكز بيانات وطنية على الأقل مركز بيانات كبير وطني واحد رغم القفزة النوعية التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة وامتلاك مؤهلات رائدة في مجال الرقمنا إلا أن نقص مراكز البيانات والاستثمار بها جعلها الحلقة المفقودة باعتبارها مراكز مهمة لحماية المعلومات وتأمينها من أي اختراق المعلومات للمواطن نفسها هنا وهنا وهنا لازم يكون كين تكامل بين إدارات الحكومة باش ما تخليش للمواطن كل دقيقة يروح يسحب ورقة من إدارة باش يحطها في إدارة واحدة أخرى لازم نبنيوا هذا الترابط البيني باش يكون المواطن يدير معاملاته الإدارية بأرياحية بطاقة البيومترية التاعه يقدمها تكفي للإدارة باش تقدر تجيب جميع معلوماته كساسوها في هذه الإدارة أو في إدارة واحدة أخرى التحول الإلكتروني يبقى ضروري لأي بلد فتجسيد الإدارة الرقمية عبر عصرانة كل القطاعات سيحسن الخدمة العمومية للمواطن بتوفر المال، الجهد والوقت ترجمة نانسي قنقر